السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله تعالى رح نتعلم الفرق بين side sway frame and non-side sway frames فبسم الله نبدأ حتى نصنف الفريم إلى side sway أو non-side sway احنا محتاجين نعرف ما المقصود بداية بالside sway side sway تمثل الإزاحة الأفقية للفريم سواء كانت هذه الإزاحة لليمين أو لليسار فإذن أي إزاحة للفريم باتجاه الـ x-axis هي عبارة عن side sway لهذا الفريم السؤال اللي بيطرح نفسه الآن هل جميع الفريم يحدث فيها إزاحة أفقية أو إزاحة جانبية أو لا؟ الإجابة لهذا السؤال أنه ليست جميع الفريمات يحدث فيها هذه الإزاحة الجانبية أو الأفقية فهناك فريمات يحدث فيها هذه الإزاحة الأفقية بنسميها side sway frame وفريمات لا تحدث فيها هذه الإزاحة الأفقية ونسميها non side sway frames خلينا نبدأ بدراسة الفريم الأول إذا بلاحظ أن هذا الفريم مطبق عليه قوة جانبية lateral force مقدارها b concentrated force نتيجة تطبيق هذه القوة الجانبية صار في عندي deflection بهذا الفريم مرسوب وممثل بالشكل المنقط فهذا يمثل deflected shape واللي سمينا أيضا ال elastic curve إذا ما تذكرين وإذا بلاحظ أنه هاي النقطة دي صارت هون عندنا d prime مقدار التغير في موقع d و d prime هذا يمثل delta وهذه الدلتة هي side sway الإزاحة الأفقية الحادثة بهذا الفريم نتيجة تطبيق قوة باتجاه ال x فصار في عندي إزاحة بهذا الفريم باتجاه القوة المطبقة وكون هذا الفريم صار فيه side sway رح أسميه side sway frame نتيجة الإزاحة الحاصلة فيه بالاتجاه الأفقي أو الجانبي أو اتجاه x خلينا ندرس الفريم الثاني إذا بنلاحظ أن الفريم الثاني مطبق عليه vertical load أو gravity load باتجاه الجاذبية الأرضية نتيجة تطبيق هذا الحمل نتج عندي deflection أو deformation بهذا الفريم اللي هو نفس الإشيء elastic curve أو deflected shape إذا بلاحظ أنه بالelastic curve أو deflected shape سواء كانت عندي e أو e prime أو d prime أو c prime أو b prime هي منطبقة على نقاطها المقابلة إلها يعني مثلا النقطة b و b prime منطبقات النقطة c و c prime النقطة d و d prime والنقطة e و e prime حيث e هي تمثل النقطة على الفريم قبل تطبيق القوة بينما e prime تمثل النقطة بعد ما طبقنا القوة على هذا الفريم فبلاحظ أنه ما صار عندي أي إزاحة جانبية فقيمة delta بهذه الحالة تساوي 0 باتجاه ال x axis أو بالاتجاه الجانبي فعشان هيك كون هذه الدلتة تساوي 0 أو ما صار عندي إزاحة باتجاه ال x axis هذا الفريم بسميه non side sway frame يعني فريم لم يحدث فيه أي إزاحة جانبية سؤالنا الآن هل في أسباب معينة تخلي الفريم يتصرف على أنه side sway frame أو يحدث في هذه الإزاحة أو أنه يتصرف على أنه non side sway frame أو ما تحدث فيه هذه الإزاحة الإجابة بالسلايد التالية خلينا نبدأ مع non side sway frames أو non side sway frames ونشوف الأسباب اللي منعت حدوث أي إزاحة جانبية بداية إحنا عرفنا أنه non side sway frames هي a frame will not side sway or be displaced to the left or to the right هي الفريمات اللي ما رح يحدث فيها أي إزاحة جانبية سواء لليمين أو لليسار provided it is properly restrained شريطة أن هذا الفريم properly restrained يعني مقيد بشكل صحيح وهذه الجملة إلها دلالتها كما سنلاحظ بالسلايدات اللاحقة السبب الأول اللي بيمنع حدوث إزاحة جانبية بالفريم زي ما فهمنا من التعريف أنه يكون هذا الفريم restrained frame أي باللغة frame مقيد وهذا بنشوف إن شاء الله مع الصور ما المقصود بمصطلح أنه هذا الفريم مقيد ضد الحركة الجانبية السبب الثاني اللي يمنع حدوث إزاحة جانبية أو يتسبب أنه يكون الفريم non sway frame إنه يكون في عندي lateral bracing تثبيت أو تدعيم جانبي ومنسمي هذا الفريم بهاي الحالة braced frame السبب الثالث والأخير إنه يكون عندي الفريم متماثل بالنسبة للجيومتري يعني الشكل الهندسي ومتماثل بالنسبة للأحمال حتى لو ما كان هذا الفريم مقيد أو مدعوم فمعناته إذا كان الفريم اجتمع فيه الشرطين معا يعني مش لازم يختل واحد منهم يعني لازم يكون الفريم متماثل بالنسبة للجيومتري للشكل الهندسي ومتماثل بالنسبة للأحمال المطبقة عليه ففي هذه الحالة هذا الفريم لن تحدث فيه أي إزاحة أفقية حتى لو ما تحقق فيه الشرط الأول اللي هو restrain أو ما تحقق فيه الشرط الثاني اللي هو repracement نيجي نشوف الحالة الأولى شو كان مقصود فيها إحنا سمينا إنه الفريم بالحالة الأولى restrain the frame ونتيجة هذا restrain صارت الفريم non-sway frame restrain frame سبب تسميته بهذا الاسم إنه تم تقييده من الحركة الجانبية وعملية التقييد هذه تمت من خلال ركيزة من خلال support باتجاه الـ X-axis فبالحالة الأولى أو بالفقر الأول في عندي fixed support فبالتالي أعطتني رد فعل باتجاه الـ X-axis هذا رد الفعل رح يمسك الفريم من إنه يصير فيه أي إزاحة أفقية وإذا بألاحظ إنه ما في عندي أي دلتا دلتا تساوي 0 نيجي على الفريم الثاني بالمثل كان في عندي support هذه السبورت رح تعطيني إحنا بنعرف أنا رح تعطينا رد فعل بالـ X هذا رد الفعل رح يمسك الفريم باتجاه الـ X-axis ويمنع أي حركة أفقية أو جانبية فالrestrained frame يتشكل من خلال support تعطي رد فعل باتجاه الـ X-axis تمنع الحركة باتجاه الـ X-axis على مستوى الـ beam إحنا يعني عارفين إنه هذا column وهي beam وهذا column وهذا column وهي عندي beam إذا بلاحظ عن مستوى الـ beam اللي هي بالعادة يحدث فيها الإزاحة الأفقية حطيت support أعطتني رد فعل باتجاه الـ X-axis هذا الرد الفعل هون أو هذا الرد الفعل هون رح يمنع أي إزاحة أفقية فبالمثل هون دلتا تساوي 0 فإذن الـ restrained frame هو frame مثبت من عند الـ beams بـ support تعطي رد فعل باتجاه الـ X-axis وبهذه الحالة حيكون non-sway frame ما عنا side sway وبنسمي restrained frame نجي على السبب الثاني اللي أدى أن يكون الفريم non-sway frame بحيث تكون قيمة الإزاحة الجانبية أو الأفقية تساوي 0 ألا وهو اللتر الـ bracing التدعيم الجانبي وبالعادة التدعيم الجانبي يكون من خلال مثلا cable steel بنلاحظ بالـ frame الأول كان عندنا هذا الـ bracing بحيث ثبتنا الـ beam من الأعلى بالأرض بحيث نمنع أي إزاحة أفقية وهون كمان في عندنا هذا الـ bracing برضو بنفس الآلية أنا دعمت الـ beam من الأعلى بحيث تكون قيمة الدلتا تساوي 0 وهون كمان قيمة الدلتا تساوي 0 فهو non-sway frame والسبب أنه ما صار في عندي أي إزاحة أفقية أني أنا حطيت bracing منع أنه يصير في عندي هذه الإزاحة الأفقية فإذا حقالي بالسؤال أنه عندي لتر الـ braced frame بعرف أنه هذا non-sway frame وقيمة دلتا تساوي صفر ومنرات بختصرها بيحكي لي braced frame ما بيحكي لي letterly braced frame برضو نفس المفهوم ونفس المعنى بعرف أنه في عندي تدعيم جانبي هيعطيني رد فعل ويمنع الحركة باتجاه الـ x-axis أو بالاتجاه الأفقي نيجي للحالة الثالثة والأخيرة والتي بسببها الفريم لا يحدث فيه أي إزاحة أفقية وهذه الحالة رغم أن الفريم unrestrained وunpressed إلا أنه ما رح يصير فيه sway السبب في ذلك أنه الفريم من ناحية الجيومتري من ناحية الشكل الهندسي متماثل وكذلك اللود المطبق على هذا الفريم أيضا متماثلة نتيجة لذلك رغم أن هذا الفريم غير مدعوم وغير مقيد إلا أنه لن تحدث فيه أي إزاحة أفقية فإذا لاحظنا سواء الفريم الأول أو الفريم الثاني متماثلين من ناحية تطبيق الأحمال ومن ناحية الشكل الهندسي للفريم فالفريم الأول هذا متماثل إذا حطينا محور بالنص رح يكون زي صورة المراية بالنسبة لللود وبالنسبة للجيومتري بالمثل إذا حطينا بالنص هنا محور أو مراية محور تماثل أو المراية حيكون الجزء الأيمن عبارة عن إنعكاس للجزء الأيسر فنتيجة التماثل بالأحمال وبالجيومتري لن تحدث أي إزاحة أفقية وراسملي على الفريم الدفلكتد شاب أو الإلاستيك كير فلاحظ هنا دلتا تساوي صفر وبالمثل هون دلتا تساوي صفر فإذن هذا ينطبق عليه مفهوم إذا كان هو غير متماثل أو كانت الأحمال المطبقة عليه غير متماثلة شريطة أنه un-pressed لازم يحكي لي إنه إيش un-pressed فإذن السبب الأول إنه يكون عندي non-symmetrical frame السبب الثاني non-symmetrical loading والسبب الثالث إنه يحكي لي بالسؤال أو بالمعطيات إنه هذا الفريم is un-pressed frame فريم غير مدعوم أو غير مقيد خلينا نشوف مثال على الحالة الأولى اللي هي non-symmetrical frame يكون الفريم غير متماثل إذا بلاحظ بالصورة أمامي بلاحظ إنه هذا الفريم أول إشي ما في lateral pressing ما في تدعيم جانبي ولا lateral support على مستوى الbeam bc كمان بلاحظ إنه هذا الفريم الكلوم ab لا يصاوي طول الكلوم cd فهذا الفريم unsymmetrical من ناحية الجيومتري غير متماثل من ناحية الشكل الهندسي وغير مقيد أو غير مدعوم فبالتالي رح يحدث فيه إزاحة أفقية مقدارها delta ورسملي بالشكل المنقط ال-elastic curve أو deflected shape وحتكون الاتجاه لهذا deflected delta باتجاه القوة المطبقة لقيمتها 40k نجي للحالة الثانية اللي تسببت إنه الفريم يصير فيه إزاحة أفقية مقدارها delta ألا وهي non-symmetric loading إذا بلاحظ إنه الفريم أمامنا أول إشي unappraised غير مدعوم unrestrained ما في عندي support تعطيني reaction بالx axis على مستوى الbeam bc وكمان هذا الفريم رغم إنه symmetrical من ناحية الجيومتري من ناحية الشكل الهندسي متماثل إذا حطيت محور تماثل بالنص رح يكون فيه إنعكاس ولكن اللود المطبقة عليه غير متماثلة غير مطبقة بنص الbeam bc هي أقرب للنقطة b منها للنقطة c نتيجة لذلك رح يكون قيمة المومنت غير متساوي عند النقطة b عنه عند c وهذا رح يسبب بإزاحة مقدارها delta إذا لاحظنا deflected shape أو elastic curve فإذا إذا كانت اللود المطبقة على الفريم غير متماثلة وكان هذا الفريم unrestrained أو unabraised رح يحدث عندي displacement وحيسمي هذا الفريم sway frame أو side sway frame الحالة الأخيرة اللي بسببها ممكن يحدث عننا displacement أو إزاحة أو sway بالفريم إذا كان هذا الفريم unabraised باتجاه X axis فإذا بلاحظ مثلا الفريم الأول مطبق عليه horizontal force قيمتها H تسببت بأنه يحدث عندي displacement فإذا حكالي بصيغة السؤال أو بالمعطيات unabraised frame مباشرة بعرف أنه صار فيه sway frame هون عندكم تمرين عندكم frame A, frame B و frame C مطلوب منكم الآتي تصنفوا لي كل واحد من هذه الفريم هل هو sway أو non sway وشو السبب اللي خلا يصير sway إذا كان sway وشو السبب اللي منع side sway إذا كان non sway frame إحنا هيك وصلنا لنهاية درسنا إن شاء الله نكون حسمنا موضوع el-preised, un-preised, swaying on sway frames للأبد إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا